رغم ان الفنان صابر رباعي مش متواجد في مصر بصفة دايما وانه هو دايما بينزل في احد الفنادق لما بيجي يخلص شغل لكنه في اخر زيارة ليه اشترى شقة في حي المهندسين زي ما قالت مصادر قريبة منه واللي قالت ان صابر ناوي يستقر في القاهرة علشان يخلص ألبومه الجديد